بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ومن الحب حياة حلقة اليوم بتدور في فكرة عجيبة شوية وطريفة شوية وهي إن الواحد أحياناً ياخد موقف صغير أو يهزر مع الناس فيقول كلمة كده عابرة لكن يفاجأ بأنها جرحت شعور إنسان وسببت الأذى لإنسان فلما نقوله ده فلان زعل من الكلمة اللي انت قلتها انت بتهزر لكن الكلمة جرحت فيقول يا عمي دي كلمة دي مجرد كلمة لرحت ولجات يعني الدنيا تقلبت علشان قلنا الكلمة دية أحياناً بنسمع المنطق ده أحياناً بنسمع عدد كبير من الناس يتصرف ويتعامل بهذه الطريقة مش بس في الكلام مش بس في الهزار بل في عدم تقدير الأمور بصورة صحيحة بما يجعله لا يرى صغائر الأمور التي تؤدي إلى عواقب وخيمة بيستصغر الضرر بيستصغر الأذى مش بيقدر المواقف صح وزمان الشاعر كان بيقول ومعظم النار من مستصغر الشرري انت أخذ بلك من الشرارة الصغيرة اللي بتكون في الثوب ولا شرارة تطير من النيران فتقع في بيت فتشعل النيران على البيت كله كان زمان أستاذ من أساتذتي أستاذ الجليل الأستاذ الدكتور محمد هاشم محمود عمر رحمه الله من أعمق أساتذتي أثرا في قلبي كان بيقول لي دايما يا ابني الكريم إياك أن تستهين بأحد أو أن تستصغر أحدا وعامل الكل بالتقدير والاحترام وضع ميزان لأصغر تصرف أو كلمة يمكن أن تؤذي وأن تؤدي إلى عواقب وخيمة كن فطنا لصغار الأمور حتى لا تؤدي إلى كبارها ويقول لي بتين الشعر لا تحقرن صغيرا في مخاصمة إن البعودة تدمي مقلة الأسدي وفي الشرارة ضعف وهي مؤذية وربما أضرمت نارا على بلدي يا جماعة ما تستصغرش الأذى ما تستصغرش الكلمة ده سيدنا النبي بيقول إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار سبعين خريفا ما تستصغرش الأذى لأنه قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وتعالوا نشوف هذا المقطع اللي يجسد المعنة ده تصرف صغير ممكن ما تلقيش إليه بال بس ممكن يهدم كل شيء ممكن يقتل إنسان من الأذى والأسى الذي سببته له بكلمة تعالوا نشوف هذا المقطع اللي يجسد ويصور المعنة ده ده واحد بيتفرج على تحفة مركبة ولفت نظر الحباية الصغيرة اللي لونها مختلف دي ليه تمد إيدك وتشيلها ليه تستهين بالأشياء الصغيرة ده كل شكل البديع مبني على دي متركب على دي أهو كل حاجة باظت وقعت أهو بصوا يا جماعة بصوا بصوا التحفة اللي الرجل عملها واللي فرحان بيها واللي بيعرضها متركبة بطريقة مبني على اللبنة الأخيرة إذا وقعت وقع كل شيء شوفوا الأشوف شوفوا المشهد ما تستصغرش الأذى حاجة صغيرة بس تؤذي أذى عظيم كام من الشهور والسنين وصاحبنا ده بيركب المشهد ده ما تستصغرش الأذى ما تستهونش بالكلمة يمكن كلمة صغيرة تجرح إنسان ربما يموت من الأذى والهم والحصرة على كلمة انت جرحت بها إنسان أو تصرف صغير أو اندفاع في العلاقة بين الناس ما تستصغروش الأذى تعالوا نشوف مشهد آخر بيصور المعنى ده صاحبنا ده بيهزر بيقرب الأكل للبطة دي وبعد كده عملا يقربها ويبقصه زعلة خلاص انكسر الخاطر مش عايزة بينك حاجة ومش يتخلاص وصاحبنا مازال بيهزر مستخف مستصغر الأثر مش متصور إنه تصرف صغير عملا يهزر ويلوح بالطعام ويقربه ويبعده ومش فاكر مش متخيل إنه ده ممكن يؤدي إلى كسر خاطر ولإنه إنسان خلاص أنا مش عايز منك أي حاجة مدام أنت بتستخف بهذه الطريقة تعالوا نشوف مقطع آخر يصور المعنى ده بصورة يعني بديعة إنتوا أخدين حضراتكم من الفكرة دي مكعب صغير قوي لحد ما مسكوا بالملقاطة هو بس بعده مكعب أكبر منه مكعب أكبر فأكبر 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 على فكرة يا جماعة المكعب الأخير خالص خالص فوق ده ده حجر لوح حجر ضخم مفيش حاجة ممكن توقعه هل البتاع اللي في الأول اللي بين الملقاط دي ممكن توقع الحجر الكبير اللي في الآخر مستحيل بس لا تستصغر الأذى معظم النار من مستصغر الشرر ممكن حاجة صغيرة تؤدي إلى عواقب وقيمة إزاي الصغيرة حتجيب اللي أكبر فاللي أكبر فاللي أكبر فتوقع بلاد في بعض توقع عائلات وأسر علشان كلمة أنت لا تلقي لها بالا شوف المشهد كده تابعوا معايا بصوا حلوح الحجر الأخير اللي على الأرض لسه بصوا بصوا حيات ارفع يا سيد رفع الحجر ها شوفوا شوفوا حلوح الحجر الأخير ده قد إيه والتاني مش شايفين رحنا دلوقت الصغير ده بصوا كده بس تداعت الحكاة بس يقع الأخير لحد الآخر يا جماعة معظم النار من مستصغر الشرر ما تستصغرش الأذى وأنا بأكد بعيد لحضراتكم مرتاني الحديث الشريف إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا وفي حديث ثاني قل لا يلقي لها بالا ولم تعتبه تقوله برضو تقوله فلاني قل يعني الدنيا خربت يعني احنا غلطنا في البخاري يعني احنا عملنا حاجة دي مجرد كلمة يا عمه هو الكلام بيلزأ في الناس آه والله بيؤذي والله كلمة قد تقتل وكلمة قد تحييه رب إنسان من الناس تحييه وتصنعه وتصنع له النجاح كلمة الإمام الذهبي شيخ المؤرخين المسلمين ومن أعظم أئمة الإسلام صاحب كتاب تاريخ الإسلام خمسين مجلد كتاب سير أعلام النبلاء خمسة وعشرين مجلد كتب كبار وصغر غير كده كتير جدا الإمام العظيم ده إيه اللي كونه كلمة ما تستصغرش أثرها بيقول أستاذي الشيخ علم الدين البرزالي رآني مرة أجلس وأكتب الحديث بين يدي فقال لي إن خطك يشبه خط المحدثين شوفوا يا جماعة مجرد كلمة لنا ولا سيتك تستوقفنا في حاجة لكن كم أثرت في نفسية الصبي الصغير دفعت همة هذا الإنسان الإمام الذهبي يقول فأثرت في كلمته فصنعت مني ما ترون حياتي كلها مدينة لهذه الكلمة إذن خلاصة القول يا كل سادة المشاهدين الكرام تعاملوا مع كل الأمور بمنتهى الاتمام بمنتهى التقدير احرصوا على المشاعر تحسسوا لتصرفاتكم وكلامكم لا تسمح لموقف صغير أنت مش شايف فيه حاجة بس قد يقتل إنسان أو يؤذي إنسان اصنع لكل شيء ميزان كن فطنا ولبيبا لتدرك الآثار المترتبة على الكلام اللي يصدر منك والتصرف اللي يصدر منك المصريين يقولوا يا أخي دي الملافظ سعد نقولها كده في الأمثال المصرية المأثورة يا أخي لما الواحد يسمع كلمة أزيه وكلمة اتضيقه تعودنا نقول المثل له يا أخي تخير كلامك يا أخي يا أخي دي الملافظ سعد الملافظ سعد بنقولها كده يعني رب من صور سعادة الإنسان وتوفيقه إنه ربنا يرزقه حسن اختيار الكلام وكان زمان أمهاتنا وجدتنا يدعو لنا ويقولوا يا ابن روح ربنا يخلي وجهك منظرة وبؤك سكرة يعني ربنا يجعل لسانك يا ابن لا يفيض بين الناس إلا بالجمال ما يملأ القلوب بالتقدير والأدب والذوق والاحترام لا يجرح لا يسيء لا يؤذي لا يصغر لا يهين ندعو الله جل جلاله أن يخلقنا بالأخلاق المحمدية الشريفة وأن يرزقنا الفهم عنه والوعي وأن يجعل لنا حظا من السعد في كلامنا وفي أفعالنا وفي تصرفاتنا وأن يفتح بنا أبواب الإكرام للخلق جميعا لا تستصغر شيئا في الخير ولا في الشر والذي يحرك كل هذه المعاني ويجعلك تستطيع أن تصنعها بسهولة هو الحب إذا أحببت الخلق وأحببت الكون وأحببت الناس أحسنت إلى الكل ومن الحب حياة وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة ومقطع جديد وقيمة جديدة إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة